تصعيد عسكري جديد نفذه جهاز الموساد الإسرائيلي على مركز تخصيب في منشأة ناتنز النووية الإيرانية بحسب ما أعلنت عنه وسائل إعلام إسرائيلية انفجار وصف بالغامض في مركز التخصيب بمنشأة ناتنز أدى إلى حدوث خلل في قسم توزيع الكهرباء في المفاعل وعدته إيران إرهابا نوويا حيث حمل وزير الخارجية الإيراني محمد جواض ضريف إسرائيل مسؤولية الانفجار في منشأة ناتنز بينما صرحت وزارة الأمن الإيرانية بأنها تعرفت على منفذ التفجير في المنشأة وهي بصدد اعتقاله الاستهداف الجديد لمنشأة ناتنز النووية يأتي في وقت استأنفت فيه طهران التفاوض مع الدول الغربية من أجل إحياء الاتفاق النووي في مدينة فيينا النمساوية بمشاركة الولايات المتحدة غير المباشرة في المحادثات فيما ترفض تل أبيب مخرجات هذا الاتفاق والكلام على لسان مسؤوليها وعلى رأسهم رئيس الوزراء المكلف من يامين ناتنياهو الذي أكد أن حكومته لن تلتزم بشروط إيران في الاتفاق وأضاف أن الاتفاق مع إيران من شأنه أن يمهد الطريق لامتلاك أسلحة نووية تهدد وجود إسرائيل على حد تعبيره الهجوم على منشأة ناتنز ليس الأول من نوعه ففي تموز الماضي أصيب مصنع تجميع أجهزة الطرد المركزي بأضرار بالغة بسبب انفجار لم يعرف مصدره ولم تنشر السلطات الإيرانية نتائج التحقيق في الهجوم حتى الآن لكنها وصفت الهجوم بالتخريب الإرهابي وبناء على تصريحات المسؤولين الإسرائيليين فإنه من غير المستبعد وفقا لمراقبين أن تبادر تل أبيب إلى استهداف مواقع ومنشآت نووية إيرانية حتى تكون عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي غير مزعجة لها في المدى المنظور على الأقل